ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله تعالى وايضا نرحب بضيوفنا الكرام فاهلا ومرحبا بكم اعزائي الضيوف ان شاء الله اليوم رح يكون حديثنا نبذة مختصرة عن الامام الرضا عليه السلام طبعا هي مو نبذة مختصرة هو احنا لو نجمع كل طاقاتنا وكل ما في امكانياتنا رح يكون مختصر في حق الامام الرضا عليه السلام فالامام عليه السلام ولد اهدعش ذي القعدة يعني مشاهد اهدعش ذي القعدة لسنة مية وثمانية واربعين للهجرة واستشهد سلام الله عليه في اخر يوم من شهر الصفر لسنة ميتين وثلاثة للهجرة عاش الامام سلام الله عليه ما يقارب خمسة وخمسين عام وكانت امامته خلال هذه الفترة يعني خلال هذه المدة اللي عاش اللي هي خمسة وخمسين سنة عشرين سنة كانت امامة الامام الرضا عليه السلام وهاي العشرين سنة عاصر خلال هاتف حكام ظلمة فاسدين اللي هم عشر سنوات قضاها مع هارون الرشيد او هارون اللارشيد وخمسة قضاها مع الامين او اللا امين لان هو مؤمن هو حاكم فاسد واخر خمسة من عمره من امامته كانت مع المأمون كان الامام في عهد الاول والثاني اللي هو هارون والامين كان يعيش في المدينة المنورة بعد ان تسلم المأمون الخلافة دعا الامام لاجل ان يكون معه في فرسان لاجل تسليمه ولاية العهد لان كما تعلمون ان الحكام الظالمين يحاولون التقرب او يقربون اليهم رجال الدين حتى شنو حتى يثبتون شرعية دولتهم ويثبتون شرعية دولتهم بمن يخدعون الناس البسطاء يعني من يدخلون المعصومين او رجال الدين ضمن الدولة راح الناس هاي البسطاء تتوهم ان هاي الدولة دولة حق او دولة صلاح وهي دولة ظلم وجور والنبي صلى الله عليه وآله حذر من الدخول في السلطات الظالمة فقال سلام الله عليه فعن النبي صلى الله عليه وآله قال الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما الدنيا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم فالنبي صلى الله عليه وآله حذر من هؤلاء الظلمة لأن يجعلون الدين غطاءا لدولتهم الفاسدة فحتى يشرعنون احكامهم الظالمة فيقربون رجال الدين ومن الذين قربوهم المأمون لعلت الله عليه قرب الإمام الرضا عليه السلام لأن الدولة في ذاك اليوم أرادت أن تنهار يعني قسم من العلويين نهض بوجه المأمون أراد أن يسقط الدولة فذول العلويين عرضوا أن هذه دولة باطلة فسوى المأمون دعا الإمام الرضا عليه السلام لكي يكون من ضمن هذه الدولة ليصي إليه بولاية العهد فحتى هذه النهضة التي قامت ضد هذه الدولة تتوهم أن هذه الدولة صارت دولة الصلاحة ليش؟ لأن الإمام سيكون من ضمنها فكانت خطة المأمون من تقريب الإمام عليه السلام هو لأجل التغطية على دولته وبعد يعني في مجرد أن هدأت الأوضاع المضطربة في ذلك الوقت المأمون دس السم يعني ولاية العهد التي قبلها الإمام هي مدة سنتين فقط من سنة مئتين وواحد إلى سنة مئتين وثلاثة فاستشهد الإمام فدس السم المأمون لعنة الله عليه إلى الإمام الرضا عليه السلام فبعد أن هدأت الأوضاع فبعد المأمون شاف ما أكو داعي لبقاء الإمام الرضا عليه السلام يعني كان يهدد بقاءه كان يهدد وجوده بالسلطة فاضطر المأمون إلى أن يسم الإمام سلام الله عليه وينفرد بالسلطة الجائرة شيخنا إذا النبي نهى عن السلطة جيش إمام الرضا قبل بالولاية العهد أحسن سأل أخوكم علي يقول أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الدخول في السلطة وحذر من الدخول في السلطات فلماذا الإمام الرضا عليه السلام قبل بولاية العهد ودخل في سلطة الظالمين مع أن دولة المأمون كانت دولة باطلة فاسدة فلماذا قبل الإمام عليه السلام بولاية العهد فمن الذي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال شيخنا كان مجبورا على ذلك أحسن أجاب أخوكم حجة الله يقول أن الإمام قبل بولاية العهد لأنه أجبر على ذلك وفعلا أن المأمون أجبر الإمام قل يعني هدده بالقتل إما أن تقبل أو تقتل فالإمام عليه السلام وافق على ذلك يعني هذا مروي عنه لما نسئله قال له أنت ليش قبل بولاية العهد فقال عليه السلام أجبرني على هذا الأمر وأكرهني عليه يعني كان مجبر ومكره عليه وأيضا الإمام أسباب قبوله هو لحفظ الشيعة الموالين في ذلك الزمان حتى ما سصير معرة دامية وما يخسر أكثر عدد من الموالين لأهل البيت عليه السلام فقبول الإمام بالولاية هو لأجل الحفاظ على نفسه وأيضا الحفاظ على الشيعة الموجودين في ذلك الزمان فإن شاء الله يكون السؤال والجواب واضح وإن شاء الله تكونون استفاديتهم هذا اليوم نعم أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد